فيه إذا بتلاحظ أسيس جورج فيه مسميات كثيرة للإنجيل هو الإنجيل واحد مثل ما ذكرت إنجيل الله إنجيل الإبن إنجيل المسيح حتى في روميا بيتكلم بقول إنجيلي يعني كأنه صار إنجيل بولوس مرات منقول إنجيل الإيمان إنجيل الخلاص إنجيل التجسد هذه المسميات هي تعبرات عن قوة وعمل وطبيعة هذا الإنجيل اللي هو الأخبار الصارة صح صح لكن ضمنا في بعده اللي هوتي هو بتكلم عن طبيعة الله لأن كلام الله يعود لذاتية الله ولكنها الله ولفكرة الله هذا الإعلان تبارك اسمه فلما نتكلم الإنجيل عن شخصية الله وعمل الله في البشرية وخلاص الله هيدا بفرجينا طبيعة الله بالذات فالإنسان بحاجة إنه يعرف من هو الله يعني الكل يعبد الله بس من هو الله الإنجيل عرفني مين الله وعرفني شو معنى التجسد وشو معنى الخلاص وشو معنى البر أنا ما بعرف من هو لكن الإنجيل وضح فالأنبياء الذين تنبأوا بيقول لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين في الروح القدس نعم وبتسلم معي أسيس نظار باعتقد لما الله بيقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه ابنه هيدا الإنجيل نعم هيدا الإنجيل هيدا أعلان الله للتجسد سيديد بنقول إنجيل التجسد نعم فهي المستميات الله والمسيحية بتعبر تعبير عن هوية وطبيعة الله الله بإعلان إلهي تماما تماما نعم وهيدا شي يعني لما أنا بدي أعبد بدي أعرف من أعبد أعبد وليش كمان بواحدة من المستميات إنجيل الحق إنجيل الحق إنجيل خلاصكم إنجيل خلاصكم كمان وإنجيل الحق تماما فالإنجيل إله مفعيل نعم وإذا بتحب بنحكي عن مفعيل هيدا الإنجيل أيوة أنا بس كمان كنت عاوز أقتبس إنه المسيح عشان إنفعل هذا الأمور قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر